رضاك يا رب بتسألني أسئلة بتقولي أنا ليه ما بجيبش سيرة حياتي الشخصية خالص أجيبها ليه إيه اللي حيضيف لأي حد إن أنا أتكلم عن حياتي الشخصية جوزي ولا عيالي ولا عندي ولا ما عنديش حيضيف لحد في إيه اللي حتسأليني سؤال يضفلك أو يفيدك يا رب بصي أتفانى في الإجابة عليه أجاوبك حتى في مالة ما عنديش مشكلة حتسأليني مثلا لأن في ناس بتقولي طب ما أنت بتجاوب حاجات شخصية تاني أيوة بجاوب الحاجات الشخصية المفيدة يعني لما بيجي حد يسألني على لبسي وهي حاجة شخصية هو عايز يجيب زيه فماشي أجاوبه حيستفيد حاجة فيه فيه هدف من السؤال حد بيسألني مثلا خستي إزاي أيوة طب ما هو في وضعه وعايز يخس أجاوبه وأجاوبه جدا واسترسل في الإجابة طول الوقت ما عنديش مشكلة ولكن حد بيقولي أنت عندك عيال ولا لأ أنت ليه بجيبش سيرة جوزك أنت يسكنة فين كل ديها سئلة لا تضيف لأي حد أي شيء فبالتالي الغرض منها ليس إلا الفضول وأنا عدوة الفضول أنا شخصيا شخص غير فضولي إطلاقا عمري ما بسأل لحد أي عايز أقولكو إخواتي اللي من لحمي ودمي لو هي ما قلت ليش الحاجة من نفسها لا يمكن أسألها فيها ما بحبش الفضول وبحسهم من أسوأ الطباعة اللي في الدنيا ما بيديش أي حاجة إيجابية وما بيوصلش لأي حاجة مفيدة فبحاول أتجنبه طول الوقت وزي ما أنا ببحاول أتجنبه طول الوقت مع أي حد أتمنى أن الجميع يتجنبوا معي مادم هو فضول لأجل الفضول ليس إلا ولكن لو في أي فايدة من السؤال أي فايدة هتعود عليكي أو هتفيدك في حياتك أجاوبك بكل بقلبه رب ما عنديش مشكلة بس يا ستي فادية إجابتي على سؤالك